السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن نعرف الشبكة من حق الخاطب ولا من مخطوبة بعد فسخ الخطبة إذا لازم نعرف الأول تكييف الشبكة إيه عشان نعرف بعد كده الحكم إيه الشبكة خلاص تكيفت يعني إيه تكييفها يعني إحنا بنبص لها إزاي من الناحية الفقهية بنبص لها من الناحية الفقهية على إن الشبكة جزء من الصداق جزء من المهر طيب والراجل بيقدمه ليه عشان يعبر عن جديته في طلب الزواج من هذه البنية الطيبة ذات الأخلاق الكريم فيروح دافع جزء من المهر كده اسمه الشبكة ويبقى الجزء ده لو هو داخل بيها خلاص ولو هو كتب عليها يبقى هي ديها نص الشبكة لو خلاص حصل الدخول يبقى خلاص الشبكة كلها بتاعتها يبقى الشبكة دي جزء من المهر طيب لما نحصل الخطوبة هي عبارة عن إيه؟ الخطوبة هو وعد بالجواز إيه ده؟ يعني مش أي حاجة في الجواز ولا ليه علاق ده وعد في الجواز طيب لما الوعد ده ما يتنفس ترجع الشبكة للي كان دفعها على إن هي مهر يبقى عشان كده الشبكة ترجع للخاطب لو تم فسخ الخطبة لإني ما حصلش إيه؟ ما حصلش توافق وما حصلش زواج لإن الزواج هو اللي بيخلي المرأة تستحق المهر سواء تم العقد عليها فتستحق النصف أو تم الدخول بيها فتستحق المهر كله طيب نعمل إيه بقى في السؤال ده ما تسألش هنا نعمل إيه بقى في البنات اللي بتتضرر من الخطبة ويحصل كده؟ ترفع أمرها للقاضي عشان يقدر الضرر اللي حصل لها عشان يحصل تعويض عنه طيب إحنا مش عايزين كده إحنا تكلفنا ومعرفش إيه؟ بنت راضي بقى إيه؟ الدرر يزال الدرر اللي ترتب على إن واحد تكلف حاجة حاجة عشان الأمر ده وما كانش دي زنب فسخ الخطبة نراضي بعض عشان محدش يتضرر أما وإن لأ خلاص إحنا من متنزعين نروح للقاضي في حد يقول والله أنا تضررت بسبب الخطبة دي عند القاضي لكن الأساس إن الشابكة من حق مين؟ من حق الخاطب الأساس إن الشابكة من حق الخاطب إذا حصلت فسخ الخطبة لأن ده جزء من المعر زي ما إحنا كيف نام موسيقى